في نوعين من الناس اللي هيفكروا في الأبل واتش ألترا فئة اللي بتمارس نشاطات إكستريم وفئة اللي زهقوا من الأبل واتش وشكلها وعايزين يجددهم وأنا في الفيديو ده هقولوكو هي تستاهل ولا لأ لكل فئة منهم وفي فئة معينة الأبل واتش ألترا ما تنفعهمش تعالوا نبتدي الفيديو على عكس النسخة الألمانيوم الألترا ساعة بريميوم من أول ما تفتح العلبة بتاعتها وتشوفي الكتاب اللي بيعرفك على الساعة وكمان سلك الشاحن اللي معها سلك بريدت زي بتاع الماكبوك برو والساعة نفسها جسمها معمول من التايتانيوم وأبل بقالها سنتين تقريبا بتعمل نسخة تايتانيوم بس دي زي ما انتم شايفين تصميمها مختلف ضهري سراميك شاشة أكبر 49 ميلي وزراير برزة أكتر وأنا بصراحة توقعت أن وزنها هيكون تقيل ومش هستحملها لكن أنا اتفجأت أول مرة شلها فيها لأن فعلا وزنها خفيف وتعودت عليها بسرعة هي أتقل 22 جرام من النسخة الألمانيوم وأتقل 10 جرام من النسخة الستانيستيل واللي بيفكر في الساعة وشايل هام موضوع البندات فالبندات بتاعت النسخة 45 ميلي هتركب عليها عادي جدا فيه اختلاف بسيط بس مش هيبان إلا لو ركزت فيها قوي لكن لو أنت هتجيب البندل سولولوب فأنت محتاجة تجيب درجة أقل من مقاسك لكن لو هتجيب البندل سولولوب اللي هي القماش اللي بتتمط فأنت محتاجة تجيب منها درجتين أقل من مقاسك وأكتر حاجة عجبتني فيها هي الشاشة الشاشة هنا فلاد تماما وبالنسبة لي أحسن بكتير في الاستخدام وشك من الشاشة المنحنية ده خير إن الحوافل تايتانيوم اللي حوالين الشاشة مرفوعين عنها ودي طبعا هتكون ممتازة لإحماية الشاشة ده خير إن الشاشة نفسها معمولة من الصفير وده مقومته الخدشة هيكون أحسن من الإزاز والزرار الجديد هنا هو الأكشن بوتن اللي باللون البرتقاني وده عملي جدا إنك تبرمج عليه إختصارات الساعة تعملها وخصوصا في التمرين لو أنت بتتمرن وعرقان أو بتعوم مثلا استجابة التوتش مش هتكون أحسن حاجة فالزرار ده هيسهل عليك حاجات تعملها زي مثلا إنت توقف أو تبتدي تمرين وهنا عشان تطرد الميا من السماعات بتاعت الساعة بتضغط على التاج مش بتلفه زي ساعات أبل التانية وستوع الشاشة هنا بقى 2000 نتس ضع في الأبل واتش ألترا وده هيفرق معاك جدا إنه أو أنت بتستخدمها تحت الشمس أو حتى بتختص بالساعة دي وهتشوفها تحت الميا وكمان لما يجي أشغل الفلاش بتاع الساعة وبالنسبة لي بقى أسهل وعملي أكتر إني أستخدمها بدل مطلع التليفون وعشان السطوع العالي ده هم عملوا وضع جديد تشغلوا في الإضاءة الضعيفة أو بالليل وهو بيخلي اللون اللي ظاهر هو أحمر وده طبعا عشان ما يتعبش عينيك وعشان الإضاءة العالية ما تبقاش مزعجة والبطارية هنا بقت أكبر وأنا باستخدمها أكتر من استخدامي العادي في اليوم عشان أعرف أخرها أين بس ما كنتش بنام بيها وقعدت معايا 12 ساعة في أول يوم 14 ساعة في تاني يوم و13 ساعة في تالت يوم لحد ما وصلت 5% وده بتهالي أكتر من 36 ساعة اللي أبل أعلنت عنها لكن الفكرة في سرعة الشحن بالسلك بتاعها وشاحن العشرين واط بتاع أبل الساعة شحنت من 5% لـ 36% في نص ساعة والـ 36% دول يكافوك استخدام يوم 12 ساعة ومن 5% لـ 100% قعدت ساعة و 40 ديئة وده ممكن يفرق معاك لو أنت بتنم بالساعة هتحتاج أن أنت تخصص لها وقت كبير عشان تشحنها فيها نيجي بقى لو شخص عادي حابب أن هو يجيب الساعة دي هيستفيد منها في ايه؟ أول حاجة أنت هتاخد نفس وظائف الأبل واش العادية زي مكالمات ورسائل ده غير منها بتيجي بخاصية الشريحة الإلكترونية هتقدر تقيس بها نبضات القلب تعمل بها رسم قلب تشوف نسبة الأكسوجين في الدم وتشوف أنماط نومك وتمارينك وطبعا فيها الكراش ديكشن ويا رب ما حد يحتاجه ده غير أنت هتاخد معاها شاشة أكبر وأحسن بطارية أكبر السماعات صوتها أعلى مايك صوته أوضح وحاجات تانية كتير أنت ممكن ما تستخدمهاش لكن لو احتاجتها هتقبأ كويسة أنها تكون موجودة في الساعة دي زي خاصية الباك تراكينج أنها تشوف الطريق اللي أنت مشيت فيه وترجعك منه تاني من غير ما تستخدم التليفون ده غير فيها الجي بي إس أضك وأحسن من ساعات أبل التانية لأن فيها L1 و L5 جي بي إس ومش لازم تعمل بها سفاري أو هايكينج وتتصلي الجبال أنت ممكن تستخدمها فإنها ترجعك المكان بالزبط اللي أنت ركنت فيه العربية ولو مرة تلقت سفاري أو عملت هايكينج وتهد أو حصل لك أي مشكلة صفرت الإنذار هنا صوتها عالي فعلا ولو استخدمتها بتتسمع من مسافات بعيدة ولو حبيت تعمل بها سنوركلينج أو ضايفين كهوية فالساعة تستحمل لعمق 100 متر لكن إمكانياتها تخليك تغطص لحد 40 متر وفيه تطبيق هينزل هيخليها كمبيوتر غطس لكن ده هتكلم عنه أكتر لما نيجي للفئة التانية ده غير إن أنا شايف إن الساعة شكلها أحلى وتقدر تحط عليها باند كلاسيك جلد أو ستيل وهيكون شكلها حلوة هيليق عليها أكتر من الساعات التانية لكن المستخدم العادي أهم من سؤال عنده هل الساعة دي تستهل تمانها أو ألا أنا مش هرح أقول لحد يشتري سعب 800 دولار وهو ممكن يجيب سعب 400 أو 500 دولار وهتديك كل حاجة إنت محتاجها من ساعة ذكية لكن لو إنت بتفكر فيها فأنا شايف إنها تستهل سعرها أول حاجة عشان كل الحاجات اللي إحنا قلناها تاني حاجة عشان تصميمها مش ممل وهتستحمل أكتر من ساعات التانية يعني مثلا واحد زي أنا شغال مهندس في مواقع وكتير جدا بشتغل بإيدي فأنا هكون متطمن والساعة دي في إيدي أكتر من الساعة الألمونيوم وتالت نقطة عشان القيمة بتاعتها الساعة التايتنيوم السنة اللي فاتت كانت بـ 850 دولار وما فرقتش أي حاجة عن الساعة العادية غير إن جسمها تايتنيوم السنة دي في السيريز 8 الساعة الستانل ستيل بـ 800 دولار وبرضه ما فرقتش أي حاجة عن الساعة العادية لدرجة أن أنت لو محتاج تشوف فيديو ريفيو للجيل الثامن تقدر تشوف الفيديو بتاع السنة اللي فاتت للجيل السابع بتاعي وتبدل كلمة 7 بـ 8 وكده هيبع عندك ريفيو كامل للساعة بتاعت الجيل الثامن هتزود عليها إنها فيها الكراش ديتكشن وإنها بتحسب نسبة تغير الحرارة بتاعت الجسم وإنت نائم ومعرفش إذا كان حد هيتستخدمه أصلا ولا لا وإنت أصلا لو هتجيب النسخة الألمونيوم الكبيرة لـ 45 ملي بالشريحة الإلكترونية هتدفع 530 دولار فأنا شايف مع كل الإمكانات اللي هتأخدها معاها دي الفرق استاهل إلى 300 دولار الزيادة لكن لو أنت من الفئة اللي موجه لها الساعة دي يعني مثلا بتجري موراثن بتلعب ترايثلون أو بتعمل هايكينج أو سفاري فدي هتكون أحسن ساعة بالنسبة لك لكن لو أنت بقى جايبها عشان الغطس فهنا بقى تيجي المشكلة لأنها في كل الرياضات ونشاطات التانية فهي مخصصة للناس المحترفة حاول لك الساعة لكمبيوتر غطس لكن أتكلمت مع ناس كتير بتختص سواء منهم الهواية وفي ناس منهم محترفة وكلهم عندهم مخاوف يعني مثلا في حد كان بيقول لي البطارية البطارية بتعط 36 ساعة الكمبيوترات الغطس للبطارية بتعطتهم بتعط بالشهور فأنت مثلا لو بتختص وفي مكان مفهوش كهرباء ومحتاج تشحن الساعة هتعمل ايه التانية حاجة في ناس كتير سألتني عن الغطس هي بتختص لحد كم متر والساعة دي مخصصة انها هتبقى كمبيوتر غطس لحد 40 متر ودي بالنسبة لهم يعتبر ولا حاجة لان في ناس منهم بيختصوا لحد 70 متر وفي ناس بتختص اكتر من كده ده خير ان هم صعب ان هم يسقوا في تطبيق اول ما ينزل على ساعة ويختصوا بيه فمحتاجين انهم فترة عشان يتأكدوا ان فعلا التطبيق ده شغال وانا مش شاكك ان التطبيق ده شغال لان الشركة اللي عاملها متخصصة في الالجوريثم بتاع كمبيوترات الغطس وليهم خبرة كبيرة في المجال ده بس عشان تاخدوا المميزات بتاع تطبيق الغطس لازم تدفع اشتراكي اما باليوم او بالشهر او السنة وزي ما انتو شايفين الاسعار قدامكم ده خير ان انت ممكن تجيب كمبيوتر للغطس من اول 200 ل300 يورو وهيديك كل حاجة انت فعلا محتاجها هو انت بتختص وكل ما تدفع فلوس اكتر فيه هيديك امكانيات اكتر مش محتاج ان انت تدفع اشتراكات ومش محتاج ان انت تجيب سمارت واتش تانية ودي كل حاجة انتو محتاجين تعرفوها عن السعم اكتبولي رأيكو ايه فيها تحت في الكومنز ولو عندكو ايه سبصرات او تعليقات برضو سيبها لي تحت في الكومنز ما تنسوش اللايك لو الفيديو عجبكو والاشتراك وشير الفيديو وان شاء الله هشوفكم الفيديو الجاي السلام عليكم